نعم مشاهدين الكرام للوقوف أكثر على هذا الملف سينضم إلينا من العاصمة الاتحادية بغداد رئيس رابطة المحللين السياسين سيد هادي جلو مرعي أهلا وسهلا بك سيد هادي معنا في نشرة الثامنة من زاقروس سيد هادي بداية مجلس النواب أجل تمرير القوانين الأربعة المثيرة للجدل كما تعلم هلا وهي يعادة العقارات لأصحابها وأيضا الأحوال الشخصية والعفو العام وكذلك استكمال القراءة للمشروع قانون حماية الملكية الفكرية يعني أسباب هذه التأجيل برأيك إلى ماذا يعود تفضل شكرا جزيلا أولا أريد أن أحكي ببعض الشيء طريف هو لثواني هذا يذكرني الشغل السياسي في العراق ذكرني بعادات وتقاليد بالية في المجتمع العراقي من بينها زواج القصة بقصة يعني أحدهم يذهب ليخطب امرأة مثلا أخت رجل فيقول للرجل أخو المخطوبة اعطني أختك وأعطيك أختي يعني زواج متبادل تبادل يعني أنه يسموه القصة بقصة فإحنا في البرنامان العراقي وفي الدولة العراقية نطبق زواج القصة بقصة أنه أصوت لك السنة يريدون مرة من الشيعة اللي هو قانون العفو العام الشيعة يريدون مرة من السنة اللي هو قانون الأحوال الشخصية فالشيعة يصوتون يعني يزفون قانون العفو العام بعرس وزفة للسنة والسنة يزفون القانون الأحوال الشخصية اللي الشيعة همية بزفة وصبقة بس شوية السنة يلعبون أن هاي مال تشوبي والشيعة مال يعني ما أعرفها سأشعرهم هميا أغاني مواويل قديمة مال الجنوب الحلوة يعني فهاي القصة بقصة ظاهر يعني موقف الحياة السياسية في العراق ومعطلة العمل السياسي وبطريقة مخزية نوعا ما للأسف الشديد وأنتقل إلى القوانين التي هي طبعا هي نس القوانين وش أنتقل هو ننتقل إلى ما ننتقل إليه يوميا أن هذه القوانين للأسف دعك من الملكية الفكرية وعقارات الدولة بالرغم من أن مصادرة العقارات هذه حقوق شرعية أنا يعني في صراحة يؤرقني دائما عندما أجوب في شوارع بغداد بعض شوارع بغداد يتذكرني بمكبرت النجف كثرة القبور يعني باعتبار أن وادي السلام المحترم هو وادي يضم ملايين القبور عبر التاريخ فبغداد في بعض شوارع كأنها المقابر شون مقبرة النجف القبور عالية ومهجورة مع أنه مقابر النجف حلوة وبها صور وأضوية وقرآن يقرأ بعض شوارع بغداد بها عمارات وأبنية شاهقة مهجورة يعني ممكن تصلح للتجار المخدرات لتعاطي المخدرات الحرامية يباتون بها تالي الليل اللي يسمارسون ربما أعمار رذيلة الآن بإمكان أي لجنة من لجان الدولة واللجان الأمنية ووزارات الأمن والمخابرات الأمن الوطني الداخلية الاستخبارات شوف هذه البنايات اللي بالمئات في شوارع بغداد مهجورة ما عرف وين أصحابها دولة منهم يعني هل هي مصادرة من أيام النظام السابق لأنه هي مهجورة منذ 2003 أما أن لديها أصحاب وهربوا خارج العراق لأسباب سياسية كلمك سيد هاردي ألا نرى تمرير هذه القوانين بجلسة الغد يعني ممكن ممكن هو كل شيء في العراق ممكن يعني العراق بلد اللامستحيل وبلد المستحيل في ذات الوقت يعني التناقض يعني بلد المتناقضات ممكن أن تمر هذه القوانين إذا عقدت صفقة إذا بالفعل وصل الأفريقاء خاصة فيما يتعلق بقانوني العفو العام والأحوال الشخصية إلى نتيجة يمكن أن يمر يعني أن تمر هذه التشريعات ولكن في الواقع لدينا غرابة نحن اليوم مثل ما شفنا الاستدعاء الرئيس حزب السياس ده خمين السلخنجر إلى هيئة المسالة والعدالة اللي هو وصل سنوات طويلة في العملية السياسية ومتحالف مع القوى الشيعية ويعني يتهمون أنه مع المحور التركي الإيراني واليوم يستدعي للهيئة المسالة والعدالة فأكو أشياء بالأراق غريبة يعني تثير العجب والاستغراب أنه يعني هذه القوانين وهذه التشريعات تمضي ولا تمضي وفق المزاج السياسي وفق الصفقات وفق نظام القصة بقصة وبالتالي أنا أرجح أن تكون التعقيدات مستمرة في جلسة الغد بخصوص إعادة العقارات لأصحابها إذا ما تحدثنا عنه لماذا يماطل المجلس في اتخاذ هذا القرار برأيك طبعا هذا الموضوع صعب واحد أيضا يتحدث بأشياء مخفية لكن هذا الموضوع فيه نوع من التعقيد بصراحة لأنه يجب يجب أن تعود هذه العقارات يعني أغلب أصحاب العقارات ربما يكونوا ماتوا يعني الذين صدرت عقاراتهم في الثمانينات إذا كان عمره أربعين سنة هسه عمره ثمانين سنة يعني ميت يعني يبشروا بعالم الغيب يقولوا للفاتحة أولاده يقولوا يا بشريك ترى العقار مالتنا رجع عنا رجعتنا بكركوك لو بسنجار لو بمندلي لو هنا ببغداد خصوصا خطيئ دولة الكرد الفيلية التي تهجروا بالثمانين بالإيفاة نقلوهم على الحدود وشمروهم للذياب والوحوش على حدود إيران بالتالي هذا الملف معقد وشائك ولكنه يرتبط بحقوق ناس مواطنين عراقين يجب أن تعاد لهم هذه الحقوق ويجب يعني كفى كفى لأن السنوات طويلة مرت تحدثنا عن الكرد أيضا السيناريو المتوقع حال قرر المجلس عادة الأراضي لمالكيها الكرد والتركمان في نفس الوقت طبعا في النهاية هي حقوق يجب أن تعاد لأهلها كرد تركمان عرب شيعة سنة أكيد يعني النظام السابق صادر رقارات وأراضي لمواطنين من السنة ومن الشيعة ومن الكرد ومن التركمان ومن الأيزيديين ومن مجموعات بشرية عديدة لأنه تعرفين حضرتك أن النظام السابق كان نظام شمولي ولديه توجه واحد ومعروف وبالتالي يعاقب بطرق مختلفة يصادر عقارات يزجن ناس يخليهم بالمقابر يطببون بالزنازين هذا الثقافة كانت ساعدة في الثمانينات ونحن عشناها وجربناها ولكن أنا أتحدث الآن عن وضع مختلف الآن يجب أن ينصف كل العراقين من كل الطواف من كل القوميات يجب أن نزيح غبار الماضي لأننا يجب أن نذهب إلى المستقبل المستقبل هو المهم المستقبل هو المهم بالنسبة للشعب العراقي بالنسبة للكرد والسنة والشيعة والتركمان والإيزيديين يجب أن نبني دولة لا أن نبقى نبكي على الأطلال كما تقولهم كلثوم رحمة الله عليها لا يجب أن نستمر في هذا البكاء لأننا يجب أن ننتقل إلى المستقبل طيب لنذهب إلى ما قاله المراقبون حول هذا الموضوع هذا القانون بالذات أي إعادة العقارات سيؤدي إلى إلغاء 169 قرية عربية في كركوك وتهجير آلاف العوائل حزب ما هم قالوا يعني طالقك على ذلك أكيد إحنا ما نريد ناس تتهجر ولا نريد ناس يعني تتعيش البهذلة والحرمان في مثل هذه الظروف الصعبة ولكن الدولة العراقية تمتلك ثروات هائلة يعني نوبات ما يسرقه واحد حرامي واحد يسرقه يمكن يعوضون بمئة ألف عراقي يعني يعرف ناس يعني يبوقون مليارات فهي واحد من هالمليارات حتى الطول دولة تعوضوهم اللي عادة عن ذلك بالإمكان تعويض حتى أصحاب العقارات إذا ما كان ممكن أن نعيد عقارة إلى المواطن ممكن هذا رأي بسيط من عندي ما أدري يعني أنه العوضة ممكن التعوير مادية يعني مثلا العقار ما لتسعره مليار أعطيه مليار عشرة أعطيه عشرة وقلت لك شقة حرامية يبوقون 25 مليار و30 مليار دينار حسا خب إذا أشوف لي كل 30 واحد أطهم 30 مليار أعتبرها فلوس حرامي هم من الدائرة من الحرامية يعني نعتبرهم يقرضون الدولة فأحنا عندنا مشكلة بنيوية في بناء الدولة مشكلتنا بنيوية بنية الدولة الأساسية النظام السياسي الذي تشكل عام 2003 لم يتشكل وفقا لمعادلة بناء دولة وإنما لإرضاء لكن سيد هادي حتى أن تم التعويض ماديا ألا يؤدي هذا إلى التغيير الديمغرافي برأيك لا ما هو إذا بقيت الأمور شوفي ما هو الناس تخاف من التغيير الديمغرافي بالاتجاهين أنه بعض الأماكن موجود فيها عرب إذا طلبنا منهم أن يغادرون هذه الأماكن لأنها مملوكة لمواطنين مثلا كرد أو آخرين ممكن ستكون هناك مشكلة سياسية مشكلة إجتماعية مشكلة قومية صراع إذا عوضنا المواطنين الكرد مثلا أو غير الكرد من العرب مثلا من السنة من الشيعة وعطيناهم أموال هذا يحتاج إلى دراسة وبالتالي يجب أن يتم إنصاف الناس كما ينبغي وفقا للقانون القانون هو الذي يجب أن يسير على الجميع يجب أن يحترمه الجميع والقانون توقع كل شيء طيب سيدة هذه البعض ربط تأجيل القوانين بوجود صفقات بين الكتل البرلمانية الموجودة ما تعليقك على هذا؟ طبعا كما أنا قلت لك من بديل البرنامج قلت لك قصة بقصة يعني هو صفقات هو العراق هو دولة الصفقة جمهورية الصفقة الاتحادية العراق العراق هو جمهورية الصفقة كل شيء بالصفقة كل شيء أكثر كلمة تتداول في العراق منذ عشرين عامين الصفق لكن هذه الصفقات التي تتحدث عن بين من ومن يعني إذا ما تحدثنا عن الجهات هل ستبعض الصفقات أو مقابل أي قانون أصلا ها يعني مثلا برأيه قانون وليس برأيه هذا الواقع طبعا هو ما صفقة على قانون الملكة الفكرية وشنون القانون الملكة من يهتم له هسا الآخر شيء يهتم به بالعراق والثقافة يعني نخليه عرف لكن قانون العفو العام وقانون الأحوال الشخصية ربما هو الذي يتعرض لموضوع الصفقة خاصة وأن هناك حديث طويل عن أهمية هذا القانون باعتبار أن هناك الآلاف من السجناء وبعضهم كثير منهم ربما بعضهم كثير منهم السمضلومين يحتاجون إعادة التحقيق لأنه القانون العفو العام عندما يطبق ليس بضرورة أن يطلق صراحة المتهم فورا لكن ممكن أن يتم إعادة التحقيق معه أن يتم تعويض المتضررين مثلا أن تكون هناك تسوية لأنه إحنا نريد أن ننتقل إلى المستقبل هناك شيء العراقيين بالعراق ماذا يفهموا للأسف ماذا يفهموا مع أن كل دول العالم طبقتها كولومبيا طبقتها بمستويات كومبوديا طبقتها أظن جنوب أفريقيا طبقتها هو أن نسوي المشاكل ما نعيش على المشاكل إحنا نعيش على التاريخ بسائل ثقافتنا المتخلفة أنه نعيش على التاريخ إحنا يجب أن نتعارك على التاريخ ما يجب أن نشارك في صناعة المستقبل يجب أن نسوي هذه المشاكل متعلقة بكل ما حدث في العراق قلال العشرين سنة الماضية في التسعينيات في التمانينيات إلى حتى أيام العهد الملكي يجب أن تكون هناك تسويات من أجل أن ننظر المستقبل قبل قليل تحدثت عن تصريح للنائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محمى خليل قال في تصريح الله لزاقروس بأنه يتوقع أن يتم تمرير هذه القوانين ضمن نظام السلة الواحدة ما هو هذا النظام برأيك؟ نعم هذا النظام نحن بالعراق عندنا نظام السلة الغذائية التي توزع فيه المواد الغذائية للمواطنين العراقيين بأسعار زهيدة مقابل أنه يتسلمها كل رأس شهر وعندنا نظام السلة الواحدة في البرمان العراقي الذي يطبق الذي هو أن نجيب مجموعة قوانين نخليها في سلة واحدة وهذه القوانين يتم التصويت عليها يعني بالتوافق بالرضا أنه الناقش قبل التصويت عليها الناقش في جلسات خاصة في منتديات خاصة في محاضر خاصة حتى حيث بالواساب وبالتليفون يتناقشون عليها ويتم التوافق على هذه القرارات بما يلبي مصالح المجموعات السياسية يعني إذا كان موضوع الأحوال الشخصية يهم الشيعة أكثر من السنة فالسنة يهمهم مشروع العفو العام قانون العفو العام فيتم التوافق عليه فتقدم هذه القوانين ضمن صفقة واحدة وسلة واحدة تحدث الصفقة توضع القوانين في السلة يتم التصويت على هذه السلة الواحدة ويخرج جميع متوافقين ويصوتون بالإجماع أو بالأغلبية على قانونين معا أو أكثر جيد رئيس رابطة المحللين السياسي نظرية فيتاغورس يعني السيد هادي جلو مراي كنت معنا من العاصمة الاتحادية بغداد شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا